اشتركوا في القناة وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فسمى الدعاء عبادة فقال يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي ولا غنى للعبد عن دعاء ربه لانه دائما بحاجة الى الله والاتصال بالله سبحانه وتعالى في السراء والضراء فالدعاء لا شك ان العبد بحاجة اليه اكثر من حاجته الى الطعام والشراب والدعاء له اداب وله اوقات وله احوال يكون فيها افضل منه في غيرها ويكون ارجى للاجابة اولا الاخلاص كما قال جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين فيخلص في الدعاء ويدعوا بقلب حاضر ويوقن بالاجابة قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة فان الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه وكذلك يعزم الدعاء ولهذا جاء النهي عن قول الرجل اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت اليعزم المسألة وليعظم الرغبة لله سبحانه وتعالى فان الله لا يتعظمه شيء اعطاه وكذلك تكرار الدعاء والالحاح هذا يحبه الله سبحانه وتعالى من العبد ان يلح وان يكرر الدعاء فان هذا ارجع للاجابة وكذلك هو اعظم شيء في قبول الدعاء ان يكون مطعمه حلالا ومشربه حلالا وملبسه حلالا ويتجنب الحرام قال صلى الله عليه وسلم فالرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام مشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فانا يستجاب لذلك وكذلك يتحرى الاوقات والاحوال التي تكون ارجع لقبول الدعاء مثل الدعاء في السجود قال صلى الله عليه وسلم اما السجود فاكثر فيه من الدعاء فقامننن يستجاب لكم قال صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر من الدعاء وكذلك يدعو في في آخر الليل في الأسحار يستوهر الله لأن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى ثم يقول جل وعلا من يسألني فأعطيه من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له فهذا في كل ليلة منه سبحانه وتعالى مع عباده يفتح لهم باب الدعاء ويعدهم بالإجابة فالدعاء في آخر الليل الدعاء في آخر ساعة من يوم الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة ساعة يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم وهو قائم يصلي يعني يدعو إلا استجيب له فيتحرى المسلم هذه الأوقات الدعاء في عرفات يوم الوقوف كما قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والنصوص في الدعاء وآدابه كثيرة وألفت فيه كتب مستقلة والله أعلم